بسم الله الرحمن الرحيم و أهلاً و سهلاً بحضراتكم و حلقة جديدة من يحكى أن يحكى أن بيجي لحضراتكم من التلفزيون المصري من القناة الأولى النهاردة الحلقة الأخيرة في الشهر و إحنا اتعودنا مع بعض من زمان من أول ما بدأنا يحكى أن قلنا إن إحنا بنخصص الحلقة الأخيرة للأسئلة أسئلة حضراتكم من خلال إن إحنا بنتابع بننطقي يعني عشوائياً من خلال متابعتنا لكل الملاحظات اللي حضراتكم بتقولوها والأسئلة اللي بتنزل على الفيديوهات أو على أجزاء الحلقات و بنراعي جداً في اختيار الحلقات أو فريق العمل بصراحة يعني هما اللي بيعملوا كده إن هما بيرعوا جداً تنوع الموضوعات علشان تكون الحلقة دي عبارة عن يعني أكبر عدد من الموضوعات في حلقة واحدة و بنقولها زي ما اتفقنا من خلال أسئلة حضراتكم حاجة بس بنبه لها إنه الأسئلة هتلاقوني و أنا قلت الحكاية دي قبل كده إن أنا لما بجاوب عليها بجاوب أحياناً باستفادة شوية لإني ما بيبقاش بس السؤال ولكن أنا باخد السؤال دا كموضوع فبحب إن أي حد من اللي بيتابعونا و بيتفرجوا علينا يكون عندهم سؤال في نفس الموضوع يجد برضو الإجابة هنبدأ مع حضراتكم فوراً وهنبدأ بالسؤال الأول السلام عليكم ورحمة الله عايزة رأي حضرتك يا دكتور ضروري تمام ابني في قولة حضانة حلو حصل إنه خرج من الحضانة دا مش حلو طب وأخد طريق البيت يعني خرج من الحضانة ومشي طبعاً لما المدرسة انتبهت بدأت تدور عليه والحمد لله وبلطفه طبعاً الله ملك الحمد ابني حد وجده وجابه ومحصلوش مكروه وعرفنا إنه لا يبكي لا بيبكي ولا خايف هو الأمر بالنسباله أنا بقرأ يعني الأسئلة هو الأمر بالنسبال لي إنه عايز ماما وبابا أقصد ودي صاحبة السؤال برضو بتكمل لمعليش هو سؤال طويل بس موضوع مهم قوي مش مقدر الطفل يعني مش مقدر الخطر أو الغلط اللي عمله سؤالي هنا بقى على سلوك ابني هل هو في مشكلة تحتاج المتخصص أو تحتاج تعديل السلوك وخصوصاً إن المعروف إن الطفل ممكن يعايت في الحضانة أو يقول عايز بابا أو ماما أو كده لكن ابني تصرفه إنه بيخرج ويمشي ويروح عادي وعارف الطريق رغم إن البيت بعيد والأمر حصل مرتين وبعد أول مرة أنا ووالده قلنا قلنا له ده خطأ إنه يخرج وإنه لازم ينتظر بابا وماما يجوا ياخدوه وإنه ممكن حد حرامي ياخدو بعد الشهر وما نشوفوش تاني الأمر تكرر تاني وربنا ستر فرأي حضرتك في مشكلة ابني إن دي مشكلة عند ابني ولا لأ والأمر كله ينصب على إدارة الحضانة أرجو الرد طيب الحقيقة أن السؤال يعني يثير شجن يعني يثير الحزن ويثير القلق ومش سؤال عادي على فكرة طبعا نبتدي بالإجابة على طول يعني الإجابة الفورية بتاعت الموضوع هل الطفل غلطان ولا إدارة الحضانة لا طبعا إدارة الحضانة هي الغلطانة ربعمية خمسمية في المية مش مية في المية يعني ما فاش زر تشك لأن الحضانة أو المكان التعليمي اللي يسمح للأطفال لهم يخرجوا يخرجوا كده يعني لوحدهم ده يبقى مكان غير أمين ده مكان بيفتقد لأبسط قواعد الأمان يعني مش نفترض حتى أنه فيه طريق نفترض أنه فيه شارع فيه عربيات مش بقى حرامي أو أن الطفل قدر ألاها تعرض لمكروه وهنا الفرص الحقيقة لا حصرة لها وجبيرة قوي لكن الحقيقة أنه أنا مستغرب جدا أن الموضوع ده تم مرتين فبالتالي ده بيقدني ناحية أنه إحنا نقول أول حاجة يعني النصيحة الأمينة بقى لصاحبة السؤال أو لصاحب السؤال يعني لازم تنقلوا بنكم الحضانة دي فورا فورا يعني يعني مفهاش مفهاش نقاش مفهاش فصال زي ما بيقولوا بعض الناس فورا وخاصة أنها بعيدة عن البيت يعني أنا مش فاهم يعني ليه بعيدة طب يعني إيه الميزة بقى اللي فيها يعني أنا الحقيقة على ضوء اللي أنا شفته ده ما فيش أي ميزة يعني أو بالعكس ده ممكن يبقى فيه عيب وهو عيب عدم الأمان ده ده يجب أو يتفوق على عشرات المزايا اللي ممكن تكونها موجودة في المكان وأنا الحقيقة بناء على اللي أنا شايفه يعني زي ما ابن خلدون كان بيقول المقدمات تؤدي إلى النتائج فإزاي مكان ما بينتبهش أو ما بيحرسش على إن الطلبة اللي عنده في الحضانة إنهما يخرجوا برا يبقى متوقع منه ده هيقدم إيه بقى كمكان تعليمي أو حتى ترفيهي للأطفال إن الأطفال تتبسط وتتعلم إزاي يعني ما هو المقدمات تؤدي إلى النتائج أكيد هيكون العملية التعليمية وحشة والمستوى وحش والعيال دول مش هيتعلموا حاجة ده ممكن يتعلموا حاجة حتى غلط يعني ده إجابة السؤال خلصنا منه يعني تمام فأنا بدعوكم كأصحاب المشكلة إنكم تغيروا الوضع ده فورا تنهوا هذا الموقف فورا لإن بقى الرهان على فكرة إن الطفل يستوعب والطفل يخاف والطفل الكلام ده كله ده رهان الحقيقة يعني غريب جدا إنكم بتطلبوا طفل في الحضانة يعني عنده أقل من خمس سنين إنه هو اللي ياخد باله من نفسه وهو اللي يخلي باله من الشارع وهو اللي يخلي باله من الحرامية وإزاي ده ما يصحش ما ينفعش ونيجي بقى هنا إن إحنا لازم نقول مواصفات الحضانة مواصفات الحضانة الكويسة ما تاخدوش الحضانات حتى بالقرب على فكرة يعني هو طبعا القرب ده واحد من أهم المزايا وعلى فكرة هنا القرب مش عشان طفل يروحوا ويجي لوحده لا علشان لا قدر الله لو الطفل احتاج حاجة يسهل الوصول إليه بسرعة على ضق طبعا بيبقى فيه في الشوارع زحمة وكسفات مرورية وما إلى ذلك فما تبقوش أنتوا سكنين مثلا في مكان وتودوا الطفل في مكان تاني خالص يستوجب مثلا أنكم تاخدوا مواصلات أو تركبوا عربية لا ده لازم يكون في المحيط الجغرافي بتاعكم اللي يمكن توصلوله سيرا على الأقدام أو أنه يكون قريب من مكان عمل يعني مكان عمل مثلا للأب أو مكان عمل الأم دي نقطة مهمة جدا تمام النقطة التانية هي توفر عوامل الأمان اللي احنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي إنه إيه النظام يعني حتى حتى لو لو حد راح كده وقال أنا عم الطفل ولا خالت الطفلة ولا خالت طفل ولا بتاع لا مش المفروض المكان بتاع الحضانة المفروض إنه هو بيبقى مقرر أولا هم يتصلوا بمين بيبقى عندهم لستة كده أي مكان تعليمي محترم بيعمل الحكاية دي يقولك إحنا لما نعزكو نتصل بمين بالترتيب كده فيبقى غاعدة بيبقى نمرت الأم أو الأب بقى أن كان يعني مين الأول وبعدين بيبقى مثلا حد الجد أو الجد يعني بيبقى في لستة كده على الأقل أربع أسماء عشان يقدروا يوصلوا لهم تليفونيا تمام إنما بقى اللي يجي أخدهم ده ده بيبقى لأبا والأم بس ما فيش حد تالت خلاص كده لأنه كده وارد إنه ممكن حد يبقى فيه ضغاء أو فيه مشاكل بينه وبين الأسرة دي أو حد من أفرادها وينتقم بقى من خلال الحصول على الطفلة أو خطفه يبقى ده دي نقطة مهمة تالت نقطة هل المكان ده أصلا حضانة طول الوقت ولا هو كان حاجة وقلب حضانة يعني فاهمين قصدي يعني دي نقطة مهمة يعني هو مؤسس من البداية لأنه يبقى حضانة هقول لكم ليه لأنه الحضانات لازم تبقى مؤسسة بناء على التواجد بتاع الطفل إنه يبقى فيها يستفيد ويتعلم يعني حتى الأماكن مثلا اللي يخسل فيها إيديه تبقى الإحواض اللي هي القصيرة اللي صغيرة اللي على قد الطفل مثلا ما يقف إن الأماكن الأكل وهكذا ما يبقاش مكان عادي أو شقة عادية ويقول فجأة كده صحابه قالوا إيه احنا نعملها حضانة لا المكان لازم يكون مؤسس من البداية على إنه هو حضانة حضانة يعني هيقعد فيها أطفال للتعلم وزي ما قلت للاستمتاع أو للترفيه تمام كده تبسته يعني النقطة اللي بعد كده هل المكان ده بيقدم أكل مثلا ولا لا المكان بتاع الحضانة ده وإذا كان بيقدم أكل الأكل ده بيتعمل في المكان ولا بيجيبوه من برا ما دي برضو مصيبة تانية أنا آسف في الكلمة يعني دي كارثة إذا كان بيتعمل في المكان هل المكان ده واخد رخصة صحية الأكل اللي بيتاكل على فكرة أنا مش مكبر المواضيع أنا بقول لكم يعني إن ده دولولدنا دول أغلى حاجة في حياتنا فالمنطقي إن إحنا نجاوب على الأسئلة البديهية دي وحطوا كلمة البديهية دي عن ده مليون خط أصلا ممكن حد يبقى عدت دلوقتي يقول يا دكتور يعني إحنا هنقعد بقى نعمل تشيكليست أو نعمل أسئلة أما الحديثة هتعمل كده في إيه ده أنت لما بتيجي تشتري شقة ولا بتشتري عربية بتبزي المجهود لو أنا غلطان قلولي قلولي حتى في التعليقات فما بالك بقى إن مكان هتسيب فيه ابنك أو بنتك يبقى المفروض إنك تتأكد يعني اللي بيروح يشتري شقة بيتأكد إن ورقها سليم إن ما فعليهاش مشاكل إن ما عليهاش حاجة متأخرة اللي بيشتري عربية بيبقى شايف مش عارف إيه ورقها سليم عليها إفراج وهكذا يعني فبالتالي يبقى المجهود اللي بنبزله في شراء الأشياء العادية أنا شايف إن دي حاجات عادية لازم نضعفه عشرات المرات في المكان اللي هيقعد نقتمن عليه ابننا فهل المكان ده بيعمل أكل حلو الأكل ده بقى خاضع للإشراف الصحي ولا على ما ربنا يسهل يعني استغفر العظيم طيب إذا كان بيجي من بره بيجي من بره فيه وبيجي في أول اليوم ولا بيجي في آخره يعني فاهمين قصدي حاجة تانية الألعاب اللي موجودة في المكان ده مناسبة لكل الأعمار يعني فيه ألعاب تناسب الأطفال اللي عمرهم سنتين ولا كل الألعاب دي شوية ألعاب كده مفروشة ويلا اللي ألعاب تلعب لأن فيه ألعاب ممكن الطفل الصغير ما يبقاش قادر على إنه يلعب بيها فيتعور لقدر الله إيه هي مؤهلات الناس اللي بيشتغلوا في المكان ده إيه هما مين هما مين هما من أول حارس المكان أو الجهة يعني الحارس الأمني اللي بيحرص المكان خلاص ده مين وده هنا في السؤال بقى اللي تبعط لنا ده هو ده فين مش ده مين هو ده فين أصلا يعني ده مش موجود ولا قاعد يشرب شاي ولا قاعد يفتح الموبايل اللي عيال بتسيب الحضانة وتخرج دي دي حاجة غريبة جدا يا جماعة خلوا بالكم هل المكان ده بيعلم أطفالكم حاجة يعني بيأهلهم مثلا للمدرسة أو ما إلى ذلك ها وهكذا وهكذا فلازم دي الأسئلة البديهية الضرورية اللي لازم يبقى عندنا أجوبة عليها وبالتالي نختار الحضانة تمام هنطلع لفاصل ونرجع نكمل الأسئلة يحكى أنه مازال متواصل ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أنه والنهار ده الحلقة الأخيرة من الشهر وحلقة الأسئلة خلاص اليوم المفتوح فاكرين اليوم مفتوح بتاع زمان ده بتاع التلفزيون الأسئلة المفتوحة يلا نقول تاني سؤال على طول معنا دكتور أنا متابعة حضرتك أنا عندي طفل عنده ست شهور أهلا وسهلا وعودته ينام على ظهره حلو هل ده يأثر على رقبة الطفل أرجو الرد يا دكتور الإجابة لا طبعا النوم فيه وضعين ممتازين في النوم عند الأطفال النوم على الظهر والنوم على الجنب بس النوم على الظهر بالذات له شرط إيه هو إن ما يكونش الطفل لسه راضع يعني لازم يكون فات على رضع الطفل من 20 ل 30 دقيقة 20 دقيقة ده منمم يعني ده أقل حاجة يعني إيه يعني حضرتك بتردعي ابنك أو بنتك خلص الرضاع نام على إيدك خليه على إيدك لمدة 20 دقيقة قبل ما تحطيه مثلا في سريره خلاص كده أما لإيه نوع وضع النوم الخطر بنكرر هو وضع النوم على البطن وأنا بتكلم هنا عن النوم اللي هو النوم الاستغرق في النوم مش وضع اللعب يعني لو طفل صاحي وحطينه على بطنه كده على السرير وبنلعب معاه ده حاجة حلوة أتلاوه بيحاول يرفع راسه وبيحاول يرفع إيده وهكذا إنما على الظهر لا ده كويس وما بيأثرش سلبان على الرقبة ولا حاجة لأن الطفل هتلاقيه ينوع يعني هتلاقيه شوية ينام رقابته ناحية اليمين وشوية رقابته ناحية الشمال وهو بعد شوية هتلاقيه بيحاول يقلب نفسه هتلاقيه ممكن على الجنب ولا حاجة زي كده فيبقى مفيش فيه خطور يلا ناخد السؤال بعد كده بنتي عندها 11 سنة تمام عندها بلغم في حلقها ألف سلام وعلى طول بتشتكي منه لا ده هنا غلط مفيش حاجة اسمها على طول بتشتكي أنتوا دوركوا إيه لنه لازم يتعالج هنرجع للنقطة دي من 3-4 شهور عدست خرج مع العطس كالكوعة صغيرة جدا وليها ريحة وحشة ودلوقتي خرج برضه مع العطس كالكوعة أكبر حبة من اللي فاتت وبرده ليها ريحة وحشة ممكن تفيدني يا دكتور هو الحقيقة أنا هفيدك آه هفيدك بالنصيحة أولا تكرار الحالة المرضية بشكل عام مش في الأطفال أطفال وكبار وشيوخ ونساء ورجاء خلاص كده تكرار الحالة المرضية ها معناها إيه في فترة قصيرة معناها إيه معناها احتمال من اتنين يا إما أن هي لم تعالج العلاج الناجح أو العلاج السليم العلاج الحاسم العلاج السليم ها بما في ذلك بقى مثلا عدم الالتزام بفترة العلاج يعني دي حاجة شهيرة أو يعني فيه أمات مثلا يبقى عندهم طفل عيان مثلا فيتقال لهم خدوا الدواء الفلاني بعد الفحص والكلام ده كل وهنلتزم بالدواء أنه يتاخد في الفترة كذا وهناخد الدواء ده لفترة كذا عشر تيام مثلا أو 14 يوم أو بتاع ففي أطفال تلاقيهم بعد تاتة أربعة تيام يبدأ يظهر التحسن فتلاقي الأمات ولا بيقولوا إيه خلاص بقى الأدوية أصلا ويحشة بقى هو بقى كويس لأ أنت هنا عملت مشيت نص المشواء ليه لأن فيه حاجة كده شهيرة قوي حضراتكم مش عارفينها إحنا اللي عارفينها بقى كأطباء فيه بكتيريا وفيروسات ومايكروبات لما بتشوف الأدوية بتتخفى بتتخفى بتعمل نفسها مش هي يعني خلاص عشان إيه تبعد عن الدواء فيقوم إحنا إيه فتقوم الأعراض تختفي مؤقتا فتقوم لما نوطل الدواء تظهر تاني ومن أشهر الحاجات دي حاجات التفايليات اللي بتصيبي جهاز الهضمي أحيانا تمام طيب يبقى أول سبب من أسباب ارتداد حالة مرضية عند أي حد زي ما اتفقنا هو إما أنه ما يكونش اتعالج كويس من البداية أو ما يكونش اتعالج صح اتعالج كويس يعني ما توصفلوش العلاج بشكلك حاسم يعني أو ما تعالجش صح أصلا أو اتعالج اتعالج صح اتوصفلو العلاج وكل حاجة بس إحنا اللي ما التزمناش طيب إيه السبب التاني أو الحالة التانية اللي ترتدي فيها الحالة المرضية أن تكون كل المسببات المرضية التي أدت إلى ظهور هذا المرض من البداية موجودة برضو مثل شهير قوي قوي أنا دايما نضرب أمثلة عشان حضراتكم تفهموا قصدي واحد راح للدكتور راجل يعني شاب كده راح للدكتور قال له أنا دكتور بطني واجعاني وعندي الأعراض الفلانية وكذا 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 الدكتور كشف عليه عمله تحاليل عمله فحوصات معينة قال له أنت عندك ميكروبات في بطنك أنت بتشتغل إيه قال له أنا بشتغل مثلا في موقع وقال له يعني ما بتاكلش في البيت قال له أنا كل أكلي من برا يقول له طيب بيبقى أنت بقى الأكل اللي من برا هو اللي أدى لهذه المشكلة هتاخد العلاج الفلاني وهتخف صح كده فهمتوا أنتوا طبعا قصدي جي نفس الراجل ده نفس الراجل برضو بيأكل من برا مع العلاجي بقى إيه اللي هيحصل هتفضل بقى هي دي كل مسببات التي أدت إلى ظهور المرض أو إلى حدوث المرض موجودة برضو فهمتوا قصدي طفل أبو ولا بابا ولا مامته ولا حد منهم ولا حد من العيلة ولا بتاع بيدخن سجاير ومش عارف إيه والطفل ده جات له حاجة صدرية تمام لو الأب ده ما بطلش تدخين لو الأم دي ما خدتش بالها كل المسببات موجودة يبقى الطفل ده هيخفه وقتيا وهترتد عليه الحال نرجع بقى لتفصيلة شوية في السؤال بتاعنا لا هنا في حاجة خطيرة بقى هنا فيه التهاب والتهاب أصبح التهاب مزمن وحكاية الكلكي على الخرجت دي لا دي لازم تتشاف فورا ولازم تتفحس وبتعمل لها منظار وعشان كده أنا بنصحك باللجوء إلى تخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة فورا فورا دي من الحالات المرضية يا ستكول انت كده بتقولي إيه دي حصلت قبل كده ودي تاني مرة معلش انت برضو يعني يمكن مش عارفة بس هو فيه أحوال مرضية مش بتاعة السوشيال ميديا مش بتاعة أنك تسألي على السوشيال ميديا لا دي لو حصلت لا قدر الله نروح للدكتور فورا أو نروح لمستشفى فاهمين قصدي ناخد السؤال لبعده مساء الخير يا دكتور من فضلك بنتي هتتم سنتين ربنا يخلي يا رب ولظروف صحية لي ألف سلام عليك أو عليك لسه مع الامتهاش خلع الحفاظة على فكرة أنا بقول عليك أو عليها لأنه أنا مش عارف مين أصحاب السؤال لأنه إحنا بنتبع الكودوف اتكس يعني إحنا في حاجة كده إن إحنا ما ينفعش نظهر أسامي أصحاب السؤال طالما أن إحنا لم نأخذ موافقة فاهمين قصدي إنما إحنا بنتعامل مع الأسئلة دي على إن إحنا بنجاوب فما ينفعش بقى إن إحنا نقول أساميه تمام الطفلة لسه عتم سنتين لسه معلمتهاش الحفاظة ولسه منزلتهاش حضانة عشان تجهز لإنترفيو المدرسة رأي حضرتك أبدأ بإيه الأول وهل كده متأخرة كتير على الخطوات دي ولا سنها مناسب وشكرا مقدمة بادئ زي بدء أحدك مش متأخرة أصلا لأنه الطفل بيتعلم أو بنعلم الطفل التحكم الإرادي في التبول والتبرز بعد السنة التانية يعني لازم يكون الطفل عدى عيد ميلاده رقم اتنين خلاص ما قبل ذلك كله غلط ليه؟ ليه عند سن سنتين؟ ما كل حاجة ليه سبب أول حاجة أن هذا هو الحد الأدنى من عمر أي طفل لاستيعاب وفهم وتنفيذ وتطبيق المعلومات الخاصة بهذه المعارة الله هو التحكم الإرادي في التبول والتبرز ده مهارة طبعا ده مهارة معقدة جدا وأقول لكم على حاجة تانية أنتم عارفينها مهارة الطفل ما بيتعلمهاش إلا مرة واحدة في حياته يعني ما بندلوش مثلا ما بندلوش عند خمس سنين نقوله هنديك كرس مكسف وعند عشر سنين هنديك دورة تدريبية لا ده هو بيتعلمها في العمر ده بتفضل معاه طول عمره فبالتالي الحاجة اللي هتفضل معنا طول عمرها بتاخد وقت طويل في التعليم ولا وقت قصير بتاخد وقت طويل طبعا فاهمين قصدي يبقى مبدئيا التعليم بعد السنة التانية وكتير جدا من الدول الأوروبية وكندا خلق كتير جدا بيعلموا الأطفال بعد السنة التالتة أنا عارف أن فيه أمات دلوقتي يقولوا يا هاريس وإنت يا دكتور ده إحنا عايزين نغمض ونفتح عشان الأطفال يتعلموا أنا معاك وفي الموضوع بس إحنا بنتكلم في علم قلت أول سبب أن ده السن الحد الأدنى اللي بيخلي الطفل يستوعب يفهم ويستوعب ويطبق التعليمات والنصائح الخاصة بهذه المرارة فيه سبب تاني طبعا فيه سبب تاني أنه بيكون في السن اللي هو بعد سن سنتين حصل اكتمال في نمو العضلات العاصرة أو القابضة اللي بسؤول عن التحكم قبل كده غلط قبل كده ده تحكم بسميه التحكم الكاذب الكاذب يعني إيه يعني إحنا بنقض يضغط على الطفل عشان نقوله تعلم وبتاع مش عارف إيه ويدربوهم ومش عارف إيه وحاجات زي كده فالطفل بيعملش عمدا عشان يتخلص من الضغط اللي عليه خلاص والحاجات دي بيحصل فيها ارتداد حاجة اسمها ريباوند بيحصل فيها ارتداد بشكل كبير جدا خلاص كده فدي أول حاجة يبقى أول حاجة أنت في كسن لا مش متأخرة خلاص كده إذا كانت صاحبة السؤال يعني اللي هي الأم وانت بتقولي أسباب صحية أو أسباب خاصة بي ربنا معاك مش عارف هي صحية ولا غير صحية على فكرة فترة التدريب احنا عاملين على فكرة حلقة عن الموضوع ده يعني ممكن ترجعي لها في يحكى أن هاتي كده أرشيف يحكى أن في السوشيال ميديا سواء اليوتيوب أو فيسبوك واكتبي تعليم الأطفال التحكم الإراضي في تورو التبرز أو اكتبي اسمي واكتبي بعد كده الموضوع ده هيطلع لك معلومات كتيرة جدا أنا لسه ما نزلتاش حضانة يعني ده لسه هتم سنتين خلوا بالك وكلكم عشان تجهز لإنترفيو المدرسة ده غلط الغرض من نزول الطفل للحضانة مش أنه يتعلم الإنترفيو عشان يبلي بلاءا حسنا في إنترفيو المدرسة فليزهب إنترفيو المدرسة إلى أقرب جحيم يعني خالص ولا فارق معنا احنا عايزين الطفل يتعلم حاجة اسمها مهارات اجتماعية عايزين الطفل يتبسط عايزين الطفل يتعلم الحوار والكلام والتعبير عن نفسه عايزين الطفل يتعلم مبادئ التواجد وسط مجموعة أنه يبقى فيه أنشطة أو حاجات بيعملوها مجموعة مع بعض لأن الطفل ما قبل ذلك كان طفل وحيد كان هو ملك متوج على العرش العيلة كلها هي عملت لعبه العيلة كلها مش الأسرة العيلة كلها بتلعبه أحيانا العمارة كلها بتلعبه خلاص كده لكن لما هيدخل الحضانة هيصبح فرد من مجموعة فلما يبقى فرد بقى لازم هو يتعلم أن فيه حاجات لازم أعملها من خلال المجموعة لازم أسمع الكلام زي زي بقية الناس عشان كده بتلعبه أطفال تقفش كده وتعيط وتبقى عايزة تمشي وعايزة تروح وحاجات كده وفيه أطفال بتتجاوب خلاص ودور الحضانة كويسة أنها تحبب الأطفال في المكان مش خالص عشان انترفيو المدرسة احنا لسه فين وانترفيو المدرسة فيه وانترفيو المدرسة ده أخر همنا على فكرة وانا بقول لكم قلتلكم بتالي قبل كده في حلقة من الحلقات قلتلكم المدرسة التي ترهن التحق ابنكم بيها على انترفيو واحد ده غلط لأنه حتى لو افترضنا أن الطفل قاعد ساكت ما فتحش يبقه وعلى فكرة ده بيحصل كتير جدا وانتوا عارفين أنه بيحصل وكل الأمهات والأباء اللي عندهم أطفال في المدرسة عارفين أنه بيحصل بتبصت لوك تعود وتحضروه وهتعمل كذا وطنطة هتسألك أو المستر هيسألك ولازم تجأت له الأطفال فيه أطفال يعب يروحوا شكرا ممكن لو قال لهم اسمك إيه يقول لها ملكيش دعوة صحة ولا غلط هل ساعتها المدرسة تقول إيه ده عم ينفعش أخد الطفل ده تبقى المدرسة إيه ده تفهمش حاجة في التعليم لأنه حتى لو ده حصل الأكستريم يعني أن الطفل سكت أو هرب هرب يعني إيه يعني طلع يجري من الأوضة خلاص المدرسة بتقول إيه المدرسة المحترمة يعني بتعمل إيه يقول لك خلاص تعالوا تاني بعد شهر والمدرس على فكرة كتير قوي يعني أنا برضو مش عارف عصنا يعني الحكاية مش عايزة وصايته عايزة حاجات مدرس كويسة تمام فدي برضو نقطة انت خلي اختيارك لنزول الطفل للحضانة أو اختيارك للخطوة دي عشان خطر الطفل مش عشان خطر انترفيو المدرسة تمام السؤال بعد كده سلام عليكم ودكتور محمد ابني عنده عشر تشهر حلو لسه ما بيعرفش يقعد هل ده عادي تمام هو الطفل بيقعد ما بين عمر ست شهور وتسعة شهور بس فيه فرق ما بين الجلوس وما بين حفظ التوازن أثناء الجلوس يعني إيه ما فيه ناس سيللات يمكن تقولي يا فرحتي يعني هو قاعد كده رح واقع أيها ما هو ده المطلوب فهو بيبتديها كده بيبتديها بالقاعد عشان كده دايما نقول إيه لما الطفل يقعد كده حطه حواليه بخدات أو انتي يقعودي جام جامبه واسنده كده بتاعه وقعده في ستيكه عشان يتعلم بس فكرة الأعاد فكرة الجلوس وده ما بيبقاش إلا الفترة قصيرة بعد كده وهتلاوه هو يزهق ويعايزي تشال تاني وحاجات كده خلاص فهو طبيعي يعني هو لسه في الرنج الطبيعي يعني يا دوبك هو راح نحيتل حد الأقصى إنما أنا مش عارف في السؤال مقصود بيه عدم حفظ التوازن وده ما بيحصلش إلا يعني في شهر التاسع والحاجات دي كلها من بعد التاسع يعني خلاص ولا أنه هو مش قادر يقعد نفسه يعني هو مش عارف يقعد يعني مش متخش بقصد يعني فارد نفسه كده لما بديه كده قاعده وما بيقعدش لازم يبقى فيه فرق لو هو لسه ما بيحفظش توازنه ما فيش مشكلة خالص إنما لو غير قابل للجلوس أصلا في سن ده عشر تشهر لا ده يستوجب المراجعة الطبية وبالمناسبة عدم القدرة على الجلوس أو المشي أو الوقوف طبعا في النص كمان يعني الجلوس ووقوف مشي أو تأخرهم قوي عن المعدلات الطبيعية ده بيكون دلالة على نقص الكالسيوم مش بس التسنين نقص الكالسيوم وفيتامين دال فدي نقطة مهمة يعني للطفل ده تحديدا لأصحاب السؤال رجعوا مستوى الكالسيوم في الدم ومستوى فيتامين دال ده هيفرق معاكو جدا تمام؟ ما تدلوش أدوية كده لازم تعمله تحليل سؤال بعد كده أعراض التسنين تمام؟ هل أعراض التسنين ممكن تأثر على العين تكون العين فيها عماص ولا ما فيش علاقة وتخلي الطفل ينام كتير في الشهر العاشر؟ طيب أولا من أهم أعراض التسنين إنه أحيانا العينين تبقى فيها إحمرار أحيانا يعني هو التسنين بحسب المنطقة يعني هو تأثيراته بتكون على المنطقة دي شايفين أنا عمالة شاور فين؟ خلاص كده؟ أو بيبقى فيه ألم في البق بيبقى فيه ريالة بيبقى فيه الدقن هنا محمرة الخدود شوية محمرة الطفل يشرق نتيجة إنه بيبلع عريقه لأن الريالة بتبقى زايدة حكاية بقى العين لا مش واردة قوي مع التسنين فمجازا كده في الطب يبتغل نقول إيه؟ وارد أن يكون للطفل بعض يعني التأثر بحمرار العين لحاجة بسيط إنما العماص لما العين تبقى فيها عماص لا نقف هنا بقى يبقى هنا يوجد التهاب ولو طفيف وإن شاء الله يبقى طفيف بس هو العماص ده يعني إيه؟ يعني إخدوها قاعدة كده العين محمرة ماشي يعني فيها بقى غبارة ترابة نزلت بتاع حاجة كده بشكل عالي إنما العين اللي فيها عماص لا ممكن يبقى فيها التهاب أو يكون فيها حاجة في القنوات الدمعية مش مظبوطة تكون حاجة أحدى القنوات الدمعية تكون تسدت أو مزدودة أو ما إلى ذلك تمام؟ طيب يبقى إحنا المطلوب إيه؟ مطلوب إن إحنا ممكن نعيد استخدام أنا بقول له ممكن نعيد استخدام الأطرة اللي قالوا لكوا عليها ساعة الولادة ما هو ساعة الولادة بنقول له مهاته الأباء فيه أطرة كده وقائية بتبقى للعين نعيد استخدامها 3-4 أيام مدمرتين في اليوم خلاص اتحسن الطفل تمام فضلة الحالة زي ما هي مش هتسوق يعني فضلة الحالة زي ما هي لا بنروح للتخصص بتاع العيون هل الطفل بقى ينام كتير؟ لا ما ينامش كتير إلا إذا كان الألم شديد قوي فالطفل هنا بقى ينام من الألم يعين فهنا برضو لا يعني لازم نراجع الأمر شوية لأنه هو مش المفروض في الشهر العاشر ينام أكتر من 10 ساعات متواصلة يعني قصدي مش متواصلة يعني بيبقى وسطهم طبعا رضاعة أو كده تمام؟ السؤال بعد كده دكتور محمد لو سمحت طفلة عندها 5 سنين المفروض وزنها الطبيعي يكون قد إيه؟ طيب المفروض إن معادلة الوزن اللي بتدينا يعني شكل تقريبي للوزن المثالي في العمر بتنتهي عند 5 سنين يعني ده الحظ يا المعادلة بتقول إيه؟ العمر بالسنين في 2 زائد 8 يلا نطبقها على طول يبقى الطفل اللي عنده 5 سنين أو طفل عندها 5 سنين العمر بالسنين يبقى كام؟ 5 في 2 يبقى كام؟ 10 زائد 8 يبقى كام؟ يبقى 18 يبقى الوزن المثالي للطفلة اللي خلصت العام الخامس مش في بدايته طفلة أو طفل خلصنا العام الخامس يكون وزنه المثالي 18 كيلو هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل انتظرونا بقى في الجزء الثالث والأخير من الحل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة جديدة في الجزء الثالث والأخير من حلقة النهاردة يحكى أن من التلفزيون المصري حلقة نهاية الشهر وهي حلقة الأسئلة قبل الفاصل كنا بنجاوب على سؤال جميل قوي يعني من ضمن الأسئلة اللي احنا بنجاوب عليها أن هي طفلة عمرها خمس سنين وقلنا الوزن المفروض يكون قدي وقلنا أن الوزنها يكون مفروض 18 كيلو بس الحقيقة أنا عندي إضافة شوية في الإجابة بقى مش لصاحبة سؤال بس لحضراتكم جميعا ليه؟ لأن موضوع الوزن ده الحقيقة ركزوا بقى شوية قوي أكتر بقى يعني أنا عارف أنكم ركزين بس ركزوا أكتر موضوع الوزن ده من ضمن الحاجات اللي لو عارفين فيها المعلومات الصحيحة هتحسوا بالارتياح الكبير جدا 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 هقول لكم دلوقتي قصدي هتفهموا قصدي دلوقتي حالة مش بس كده ده لازم الأطباء اللي بيشوفوا ولادكم يكون عندهم وعي كامل بالمعلومات اللي أنا بقولها دي لأن دي اللي بتفرق المصار ما بين هل هذا الطفل أو هذه الطفل اللي قدر الله يعاني من حالة مرضية أو يعاني من نقص وزن مرضي ولا هو يدخل في الإطار الطبيعي لأنه في الإطار الطبيعي ده ما فيش داوة ما فيش مرض إنما لو في حالة مرضية لازم نعالجها أنا عايز أقول لكم إنه قبل الفاصل قلنا جبنا التمنتاشر كيلو بتاعت الخمسة بتاعت الخمس سنين دي إزاي قلنا العمر بالسنين في اتنين زاعت تمانية والمعادلة دي لغاية سن خمس سنين ما فوق الخمس سنين لا بيبقى فيه طريقة تانية اسمها البادي ماس اندكس بيبقى الوزن على مربع الطول بنشوف النتيجة هتطلع قد إيه وبنشوفها هتطلع ما بين تسعتاشر واربعة وعشرين أو ما إلى ذلك يعني الوزن بالكيلو جرامات على الطول تربيع يعني لو الطفل مثلا طوله متر وعشرين بقى واحد واثنين من عشر فواحد واثنين من عشر الوزن على الواحد واثنين من عشر فواحد واثنين من عشر بس عايز أقول لكم بقى حاجة هي دي المهمة قوي فيه فرق ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي زي ما بنقول كده مثلا ضغط الدم الضغط الدم المثالي 120 على 80 لكن ضغط الدم الطبيعي يقولك ايه بيتراوح ما بين مثلا 105 ماشي الى 110 الى 125 مثلا او احيانا 110 الى 120 ده بيبقى رنج وتحت 80 دي ممكن تبقى من 75 الى ما يقارب 90 تمام طبيعي ده طبيعي يبقى فيه فرق ما بين المثالي وفرق ما بين الطبيعي طيب انا بقى دلوقتي اب او ام بيتابعونا وعندنا مقترة ان احنا نوزن طفلنا سواء بميزان جبنا في البيت او رحنا مكان وما اكثرهم يعني دلوقتي الحاجات دي موجودة في الصيدليات الموازين اللي هي الديجيتال يعني بنكتب الوزن قديه بس بنصحكم انكم لو هتكرروا الوزن ثبته المكان يعني يا اما نفس الميزان بتاع البيت عارفين زي انظمة الريجيم والحاجات ما تقعدش توزنه كل مرة في حتة لانه الاحاجات دي بتفرق يعني تمام يعني حتى لو قالوا لكم ايه ده ميزان البيت مش مزبوط قوي بس هو بتاعكم بقى يعني انتوا ماشيين عليه طب الطفل يلبس هدوم تقيلة ولا بتقمع هو على طول اعملوا حسابكم ان الهدوم دي مثلا وزنها حوالي 300 جرام او نص كيلو مثلا يعني ده بتكلم حتى في الشتاء يعني خلاص كده طيب ايه بقى الفرق ما بين المثالي والطبيعي خدوا بقى القعدة يظل وزن الطفل في الاطار الطبيعي يظل وزن الطفل في الاطار الطبيعي نفتح قوز يعني الطفل ده مش عيان اذا كان النقص من الوزن المثالي او الزيادة لم يتجاوز 25% من الوزن الاصلي اللي هو الوزن المثالي ايه الكلام المعقد ده هقول لكم مثل زي عادتنا مع بعض علشان تفهموا قصدي خلاص لو قلنا ان الطفل مثلا عنده سنتين ولد او بنت الوزن المثالي ان الطفل ده يكون وزنه 12 كيلو ده المثالي حلو الكلام ده ايه المثالي خلاص بتفرق فوارق بسيطة ما بين الولاد والبنات على فكرة بس الافريج او المتوسط هو 12 كيلو يبقى طفل عمره سنتين 12 كيلو بالمناسبة ممكن نطبق المعادلة العمر بالسنين اتنين العمر بالسنين في اتنين زاق التمانية يبقى العمر بالسنين اتنين في اتنين اربعة زاق التمانية يبقى اتناشر صحي كده هتبقوا قاسات زنته هتبقوا ده كترة جامدين جدا بعد كده خلاص يبقى الطفل وزنه المثالي الولد او البنت وزنه كام 12 كيلو وبكرر عند نهاية السنة ما بيبقاش في بداية السنة ولا في نصة خلاص كده 12 كيلو يبقى ده الوزن ايه المثالي القاعدة اللي لسه ايه لها ايه عندما لا يتجاوز النقص او الزيادة 25% 25% يعني ايه يعني الربع صحي كده يبقى ربع ال 12 كام 12 كيلو ربعهم كام 3 كيلو كل الناس اللي لوقتي سامع معايا هو انا اكاد اكون سامع يبقى ال 12 ربع ال 12 كام 3 كيلو يبقى لو وزن الطفل او الطفل دي اللي عندها سنتين ها اللي وزنها المثالي المفروض يكون 12 ها اذا لم يتجاوز النقص او الزيادة 25% يظل في الاطار الطبيعي ناخدها بالنقص الاول يعني الطفل دي او الطفل ده وزنه الطبيعي يبدأ من كام من 9 تخيلوا طبيعي اه طبيعي بس لا نورمال يعني طبيعي احنا ما نحبوهش انما يظل طبيعي مش حالة مرضية نشتغل بقى على الحاجات دلوقتي هقولكو ازاي نزود الوزن بطريقة طبيعية بطريقة صحية قصدي كمان مش طبيعية وبس بطريقة صحية حلو الكلام يبقى من 9 من 9 كيلو ها فما فوق الطفل او الطفلة اللي عندهم سنتين طبيعيين المثالي 12 ويا ريتنا بقى كلنا مثاليين وولادنا مثاليين انما طب 11 طبيعي 10 ونص طبيعي 10 طبيعي 9 طبيعي بس 9 ده على الحد الادنى بقى او طحان يعني خلي بالنا قوي وبالعكس بقى لو خدناها بالزيادة مش احنا قلنا النقصة وزيادة 3 كيلو اللي هم 25% من المثالي اللي هم اللي هو الـ 12 يبقى 3 كيلو يبقى الطفل ده وزنه المفروض ما يعديش 15 بس ده الحد الاعلى في الطبيعي خلاص انا ليه بقول لكم الكلام ده لاني زي ما اقول لسه ايهلكو من شوية ده بيفرق في المصار في المصار الطبي او المصار العلاجي هل هذا الطفل مريض يعني بيحط له عنوان الطفل ده عيان ولا مش عيان خلاص لو خدنا الطفل اللي هو وزنه زايد وزنه 14 14 ونص المهم انه ما يعديش 15 ده كده زيادة ده سمعنا ده الدكتور قال لنا ده احنا شفنا عنوان مفروض يبقى 12 ماشي بقى عنده زيادة وزن 3 كيلو بنعمله دايت بنعمله رجيم بقى بنشوف بقى ايه الحاجات اللي بيأكلها اللي بتزاود الوزن ونبتدي احنا نرعيها ونخلي بالنا منها ونعوضها بخضروات حاجات كتيرة قوي طب لو بالنقص بنعمل حاجة لطيفة جدا بنشتغل على زيادة مساحة الكتلة العضلية لا ابدا يعني ايه ازود مساحة الكتلة العضلية عند الطفل يعني اهتم بمحتوى البروتين ماهو البروتين هو اللي بيبني العضلات اه البروتين يعني اللحمة ابدا و الفراخ و السمك دي بروتينات حيوانية لكن فيه بروتينات نباتية لا تقل في الاهمية خالص في الموضوع ده بقى خالص زي ايه زي الحمص زي البقليات زي العدس والحاجات دي كلها زي الفو كل الحاجات دي بروتينات من أصل نباتي بروتينز وف بلانت أوريجن بتزود مساحة الكتلة العضلية بتاعت الجسم يبقى لو طفل دلوقتي وزنه منخفض أنا كأم وأب أزود له وزنه إزاي هقول لكم بقيت المعلومة دلوقتي خلاص موضوع أو حلوة وبتتكلم فيه أزو أشتغل على محورين المحور الأولاني زيادة مساحة الكتلة العضلية عن طريق الاهتمام بمحتوى البروتينات في غزاء هذا الطفل مرة جديدة ليس البروتينات المقصود بها البروتينات الحيوانية فقط وإنما البروتينات الحيوانية مهمة فراخ لحمة سمك لكن عندنا مصادر تانية بروتينات زي ما قلنا بقليات وما شابه والكلام ده كله وحمص وبتاعه وحاجات دي كلها خلاص ومشروم على فكرة المشروم من الحاجات بس الناس كتيرا مش متعودة عليه ولو أنه أسعاره حلوة المشروم من أغنى المصادر الطبيعية للبروتينات المشروم ده مهم قوي قوي خلاص كده إيه تاني أنت قلت حضرتك أو بلاش حضرتك أنت قلت نزود مساحة الكتلة العضلية أو بنزود كمان كسافة العظام أو نخلي العظام بتاعته تقيلة حاجة زي الرياضيين كده أيوة نهتم بمحتوى الغذاء الخاص بالطفل المحتوي على الكالسيوم آه أصدق بقى الكالسيوم اللي هو اللبن ومنتجاته والزبادي أبدا ده أحد مصادر الكالسيوم اللبن ومشتقاته إنما فيه مصادر أغنى في الكالسيوم حاجات غير اللون هبيض أنتوا بس عندكم قناعة جزء كبير منكم أن أهم مصادر الكالسيوم هو اللبن والبيت خالص الأهم منهم الخضروات الخضراء أي خضار لونه أخضر أي خضار في الدنيا لونه أخضر فيه كالسيوم بوفرة أي خضار ورقه لونه أخضر وتتشلبه بقى كده وتفكره في طرق إعداده عشان الطفل يأكله خلاص ما أنتم ما تقولوش آه الخضار اهو فيه أخض بس يا طرح هيأكله إزاي لا اتصرفوا بقى مش أنتم مسكين الموبايلات على طوله بتدخلوا عن نت وبتع ادخلوا بقى شوفوا طرق بقى إزاي تعملوا الحاجات الخضروات الخضراء دي السبانخ دي مليانة كالسيوم السبانخ فيها كالسيوم زي زي الحديد يعني الكالسيوم أعلى قصة المشهورة السبانخ إن فيها حديد الكالسيوم في السبانخ أعلى السبانخ والملوخية والبقدونس والجرجير كل حاجة خضرة كل حاجة السلق عارفين السلق بتاع القلقاس ده ده فيه كالسيوم يبقى أي منتجات ورق أو أي خضروات ورقية لونها أخضر فيها كالسيوم بالإضافة إلى السمك بالإضافة إلى البيض لبن ومشتقاته. لبن ومشتقاته يعني إيه؟ يعني لبن صريح لبن حليب يعني. بس طبعا لازل الطفل بقى أكتر من سنة. تمام. جبنة طبعا جبنة خالية الملح أو حتى الجبن المطبوخة. ده حتى في الإعلانات يقول لك مش عارفت جبنة الفلانية مدعمة بالكالسي. خلاص كده؟ تمام؟ طيب. نيجي بقى لفزورة جديدة. يبقى عرفنا أن الطفل خلاص وزنه الطبيعي يبدأ إزاي؟ قلنا عندما لا يتجاوز. لا يتجاوز. النقص أو الزيادة. 25% من المثالي. واتكلمنا عن النقص لأن النقص بيشغل البل أكتر. الزيادة على فكرة برضو مش حلوة. بس أصدي إيه؟ سهل إن إحنا بندى لأطفال بقى حاجات بيتخنوا حاجات سكريات وبتاع فنسيطر عليها. إنما دايما بتبقى المشكلة في إن إحنا أزود الوزن إزاي؟ وأنا أقول لكم دي زيادة الوزن بطريقة صحية. لأن في مهوارد لو أنا أدت للطفل ده حاجات مسكارة وحلويات وزنه هيزيد. بس وزنه هيزيد وسنانه هطبوز والسكريات عنده هتعلى في الدم. أما يبقى زود وزنه بطريقة صحية أفضل. تمام؟ طيب. وقلنا إزاي بنزود الوزن بطريقة صحية؟ عن طريق الاهتمام في غزاء الطفل بالمحتوى. بزود محتوى البروتين في غزاءه أو بزود مساحة الكتلة العضلية. وبزود كسافة العظام. يعني بالبلد كده بخلي عند الطفل عضلات أكتر وعظام أقوى. طيب. أعرف منين أن الطفل ده المفعوز ده بياخد احتياجاته من الكالسيوم ومن البروتينات. طريقة بقولها لك دايما. طريقة دي تعلمتها بره. طريقة معتمدة جدا وحديثة جدا جدا وسهلة أكتر مما تتخيل. بنجيب ورقة وبنقسمها. بنعمل فيها جدول مكون من 21 خانة. يعني إزاي؟ 3 في 7. ثلاثة كده. ثلاثة عواميد في 7 بالعرض. ثلاثة بالطول و7 بالعرض. يبقى الجدول ده فيه كام خانة. ثلاثة في 7 بكام. 21. خلاص كده. الثلاثة رمز لإيه؟ رمز للفطار والغداء والعشرة. ثلاثة مرات في اليوم. صح كده؟ والسبعة رمز لإيه؟ رمز للأسبوع. الله. شمعنا الأسبوع. لأن وحدة تقييم الغذاء عندنا في الطب. بالنسبة للأطفال تبقى بالأسبوع. يعني ما ينفعش أنت تقولي إيه؟ يا دكتور أنا ابني مكلش فراخ مبارح. لا تقوليني مكلش فراخ بقى له أسبوع. أو مكلش بروتين بقى له أسبوع. أو مكلش حاجة فيها كالسيوم بقى له أسبوع. يبقى ساعتها فيه مشكلة. إنما هي مش باليوم. خلاص كده؟ يبقى عندنا 21 خانة. ونعمل ورقة للبروتينات وورقة للكالسيوم. مثلا يعني. هنكتب إن دي ورقة البروتينات. ده جدول البروتينات وده ورقة الكالسيوم. وطلعوا بقى من المصادر سواء اللي أنا قلتها أو زودوا عليها إيه الحاجات اللي فيها بروتينات وإيه الحاجات اللي فيها كالسيوم. حلو كده؟ كل ما الطفل ياكل حاجة فيها بروتينات أيا كانت كميتها. الله دخد معلقة زبادي. ماشي هو كالها. كده كده دخلت في الحساب. ده ما خلصش حبة الخضار اللي أنا عام لهم له. خدهم. هي مش بالكمية. هي بالمبدأ نفسه. كل ما يأكل حاجة فيها بروتينات مثلا أو فيها كالسيوم في الورقة بتاعة الكالسيوم. اعملوا علامة. خلاص؟ المفروض الجدول فيه كم خانة؟ 21 خانة. صح كده؟ إذا كانت وتعالوا في آخر أسبوع بصوا. طبعا أنا واسق؟ أنا واسق. أنا عارف. أنا عارفكم. هتلاقوا الجدول ده؟ أنا عارف. هتلاقوا بعد كده المفروض أنهم ثلاث خانات كده بالعرض وصبع بالطول. فيه ناس كتير قوي هتلاقوا بيعدوا الجدول. يعني اللي هو إيه؟ ده النهار ده كان ماشاء الله ست حاجات فيها يا كالسيوم. بس ما علينا يا خلاص. يعني عشان العين بقى والعجات دي كلها. هنعلم علامات. لو عدنا في نهاية الأسبوع ولقنا العلامات دي خمستاشر فأكثر يعني خمستاشر علامة من الواحد وعشرين اتطمنوا أن طفلكوا بياخد احتياجوا من المادة الغذائية دي. إيه رأيكم في اللعبة دي؟ حاجة حلوة جدا صاح كده؟ وتتطمنوا وتبقى الحكاية زي الفل. ويبقى لكم دور مهم في مراقبة النظام الغذائي لولادكم. مش بس كده تطوير النظام ده وإزاي أنكم تعملوه بشكل أفضل أو بشكل مثالي. الطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دي بتتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول كتيرة جدا جدا وبتحقق نتائج مزهلة مزهلة يعني. خلاص؟ هنكتفي بقى النهاردة هنقفل نهاردة على الموضوع ده ويا رب تكونوا استفدتوا من الأسئلة ومن الأجوبة وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم بعد بقى شهر رمضان إن شاء الله وحلقات جديدة من يحكى أن بإذن الله كل عام وإنتم بخير ومصر والعالم كله فأتم صحك ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر